حلقتنا النهاردة سنتعلم مع بعض عن ثلاث خطوات لتثبيت تعريف التابعة Canon Bixima SG540 والثالث خطوات التي سنتحدث عنها في حلقة النهاردة أول خطوة من خلال الكابل USB ثاني خطوة من خلال الراوتر Li-Fi والخطوة الثالثة والأخيرة من خلال خاصية الاتصال المباشر بدون تستخدم الراوتر Li-Fi ولا تستخدم أي كابل والخطوات هذه باستخدام الكمبيوتر أو اللابتوب وعشان ما تطولش عليكم يلا بينا نروح للخطوة الأولى وهي خطوات تثبيت تعريف التابعة من خلال الكابل Li-Fi فهنروح دلوقتي لجهز الكمبيوتر أو اللابتوب ونطبع الخطوات واحدة واحدة مع بعض فيلا بينا فمبدئيا كده جماعة أنا سأساب لكم رابط تحت الفيديو في خانية الوصف أو ممكن تلاقيه في أول تعليق لمجرد أن تظهر هذا الرابط سيبدأ في تحميل نسخة من إستوانت التعريفات الأصلية المرفقة مع التابعة وبعد تحميل التعريفات ستدخل على تحميل التنزلات أو التنزلات التي توجدها في تنزلات ستجد هذا التعريف كلمة كلمة عادي جدا سنختار Extract Here سيطلب مننا كلمة مرور كلمة مرور من 9 إلى 1 عدة نازولة كما نرى ثم نختار OK أو كما نرى هذا التعريف الذي سنستخدمه في الوقت فأول شيء سنفعله سنضخل على ملف عادي جدا ونختار الاخترار قدامنا ثم نختار Win ثم نختار Driver ثم نختار Drive Setup ثم نختار Setup ثم نختار Yes سيظهر لك القائمة اللو دامج لي لو ضغطت على اختيار Next فأنت ستكمل بقى الخطوات باللغة الإنجليزية لكن أنا أريد أن أحدد اللغة المناسبة لي سنختار Set ثم نضغط على English طبعا تختار اللغة التي تريدها سأختار اللغة العربية ثم نختار OK ستلاحظ أن القائمة تغيرت باللغة العربية سنختار التالي ثم نختار نعم وفي هذه الخطوة يجب أن تركب الكابل USB الواصلة بين التابعة والكمبيوتر أو التابعة واللابتوب ونتنتظر فقط لحد من التعريف يقرأ التابعة ولو لم تقرأ برينتر من أول مرة ستختار البحث مرة أخرى بالطريقة ترى هذه الطابعة عادي جدا G500 Series تمام مكتوب ترية الاتصال USB سنختار التالي ونتنتظر فقط بعد الدقائق لأن الخطوة تطول معك ويقول لك هنا جاري التثبيت بعد ذلك يظهر لك هذه الخطوة تختار إنهاء وبذلك سبتنا تعريف الطابعة من خلال الكابل USB بنجاح وصلنا مع بعض للفقرة الثانية وهي خطوات تثبيت تعريف الطابعة من خلال الراوتر مبدئاً على خطوات أو طريقتين تستطيع من خلالهم ان تثبيت تعريف الطابعة يعني فهي طريقة سهلة ومثلية صعبة على الطريقة سنرغل خطوة بسيطة في الطابعة وعندما نPerهاتف أو الموبايل وعندما نرغل خطوة للأ بطول هذه الخطوة السهلة لكن الطريقة الصعبة إننا نكتب كلمة مرور أو بسورد الراوتر الواي فاي في الطابعة وعلى كيفية تكتب كلمة مرور وراوتر الواي فاي فأنا أرى أن الطريقة السهلة أن نستخدم الموبايل في هذه الطريقة كل ما سنفعله سنفعله سابقاً لحد ما الكلمة التي نكتوب ready to print تختفي ايضاك و أول ما كلمة بروسيسين تختفي زي ما نرى هل نذهب إلى الموبايل و نتبع باقي الخطوات يلا بنا أول حاجة سنذهب إلى بلي ستور أو الاب ستور الذي موجود في هاتفنا و نكتب كلمة كانون في البحث أي بالطريقة ثم ننزل تحت شوية سنجد الاختيار بنا كانون بريند نختاره عادي جداً ثم نختار تثبيت و ننتظر إلى حد ما البرنامج يثبت معنا وبعد اكتمال تثبيت البرنامج سنفتح البرنامج عادي جداً و نتأكد أن الموبايل متوصل بالراوتر الواي فاي نختار اوكي نختار إثناء استخدام التطبيق نختار السماح السماح مرة أخرى ثم نختار قدل الان سويتش ثم نختار الريجيستر برينتر ثم نختار الاختيارات و نختار الاختيار الثاني ثم نختار أول اختيار الذي عليه رسم راوتر و ممبايل و طابعة ثم نختار yes ثم نحدد صح هنا و نختار next سيظهر لك الرسالة و يقول لك هذه الطابعة التي نجدها ستختار okay ثم نختار next ثم نختار اتصاد ثم نختار yes هنا يطلب منك أن تدخل كلمة مرور الراوتر الواي فاي تمام؟ وبعد ما دخلنا كلمة مرور الراوتر الواي فاي في الخانة سنختار okay ستلاحظ أن مكتوب على شاشة الطابعة كلمة connecting يعني جال الاتصال و أول ما تظهر لك الرسالة يبدو أن تثبت تعريف الطابعة من خلال الراوتر الواي فاي سنقفل كل صفحاتي عادي جدا و ستجد على شاشة الطابعة رسالة اضغط عليها و دل الوقت سنذهب لجهاز الكمبيوتر أو اللابتوب و نثبت تعريف الطابعة من خلال الراوتر الواي فاي سنختار نفس الاختيار الأخير الذي نثبت عليه تعريف الطابعة ثم نختار yes ثم تختار اللغة المناسبة لك كما تعلمنا في الخطوة التي تحدثت حسنا سنختار الثالي سنختار نعم و هنا سيظهر لك اختار من خلال الـ USB التي نثبتها قبل سيظهر لك واحد الثانية مكتوب عليها ويفاي أي كما ترون من خلال الراوتر الواي فاي سنحدد عليها أو نختارها و نختار التالي و على فكرة أنت ممكن تثبت تعريف الطابع من خلال الراوتر الواي فاي و أنت مركبت الكابل الـ USB حبيتت تشيل الكابل الـ USB لكي لا تتلقبت لكي لا يوجد مشكلة و أول ما يظهر لك الخطوة دي سيظهر لك ثم نختار Cancel وفي الخطوة دي اختارنا Cancel عشان اللابتوب لا يتعاملش قاعد التشغيل ودلوقتي وصلنا مع بعض الفقرة الثالثة والأخيرة وهي خطوات تثبيت تعريف الطابعة من خلال خاصية الاتصال المباشر أول حاجة سنعملها سنثبت طبعا كده على الزرار ده على نفس الزرار ناني لحد ما نظهر الكلمة بروسسنج جاء المعلم وأول ما يظهر لك الخطوة دي سنرجع للموبايل تاني ونعمل خطوة بسيطة فأول حاجة سنعملها سنخش على قائمة الشبكات اللي عندك اللي فيها الراويتر كلها اللي في منطقك عامة ستجد فيه اختيار عندك Canon IG أرقام بعد كده G500 series سنختار عادي جدا كده وننتظر لحد ما يقول لك تم الاتصال او بيقول لك الشبكة المتصلة بالجهاز يتعذر توفير اتصال بالانترنت سنذهب دلوقتي لبرنامج Canon هوقني في طواعدي جدا سيأتي لك الخطوة دي ستختار No لو انت اختارت الراويتر بتاعك اللي موجود في الشبكات هنا ستعرفها Wi-Fi ستعرفها Wi-Fi لكن دلوقتي انا عايز اعرفها من خلال خاصية الاتصال المباشر اللي هي من الموبايل للطبعة على طول مش عايز اي وسيط في النص سنختار الاختيار اللي تحت خالص اللي بالاخدر My router is not in the list او ثم نختار Yes في الخطوة دي ستختار Copy Password وتعمل Screenshot للصفحة دي لان الصفحة دي فيها اسم الطبعة وكلمة المرور يعني اي لابتوب يريد ان تعرفه بالطبعة Direct ستجد اسم الشبكة بالطبعة قدامك بالطريقة دي وسيطلب منك Password وهو اللي سيكون Password الطبعة لكن لو انت عملت خطوة الاتصال المباشر دي وعادة تربط الطابعة بال Direct فتابع معي بقى الخطوات عشان اقدر اوضح لك ازاي تطبع Password او كلمة المرور من الطابعة بعد ما ضغطت على كوي Password سنذهب لكلمة الشبكات مرة اخرى ستلاحظ ان الطابعة اسمها تغير كان الاول اسمها Canon i-G دلوقتي ستجد مكتوب عليها Direct او زهرة قدامك كلمة Direct وجي 500 سيئة نختارها كده وعندما عملنا كوي Password احنا عملنا كوي لل Password فنفرغه في الخينة كلمة المرور ونعمل اتصال كده ربطنا الموبايل بالطابعة Direct طب باللوقتي انا عاوز اطبع كلمة المرور الراوتر الواي فاي وكمان عاوز اعرف وفرق ما بين IP بتاع الراوتر الواي فاي وبين IP الخاص بخصية الاتصال مباشر الموضوع بسيط جدا سنختار هذا الزرار وهو المفاكة والبينز وتختار Device Setting نمشي لحد ما يجينا LAN Setting ثم نختار Trend LAN Details حسنا سيطبع لك تهت أوراق تقريبا ادي قوي الورقة تمام ما حليجين الورقة التانية كمان اهو دي تاني ورقة الورقة الاولى دي الخاصة بالراوتر الواي فاي يعني زي ما انتم شايفين كده مكتوب هنا Wireless LAN لو نزان تحت شوية يقول لك Active يعني متفعلة اهي يعني هيا الطبعة دي كده متوصلة بالراوتر وده اسم الراوتر عندي تمام نزان تحت شوية كده ده رقم IP الطبعة الخاص بالراوتر الواي فاي تقدر تبحث بالرقم الابي الورقة التانية خاصة بالاتصال المباشر اهو ده رقم الطبعة في الشبكات وده كلمة مرور الطبعة في الشبكات برده وده رقم IP خاصية اتصاد مباشر موضوع بسيط كده يعني اي حد عايز شبك اللابتوب او كوميوتر بالطابعة مباشرة فهيختار الشبكة ديت من الشبكات عنده وعلقة كلمة المرور ديت اول حاجة عاوزك تركز معي كويس جدا هنروح للواي فاي الخاص باللابتوب بعد جدا ونفتح القيمة بتاعته هلله هزين اهو اسم الطبعة اهو ونعمل الكنكت هنبدأ نكتر بالباسورد مع العلم ان هذا الباسورد في كابتال وفي سمول فخلي بالك بالنقطة كويس قوي فتبدأ تدخل الباسورد في الخانية وبعد ما كذبنا الباسورد بالطريقة الصحيحة هنختار نيكست بالطريقة ثم نختار نيكست وبنتظر بعد الثواني لحد ما يقول لك كونكتد مع العلم ان شبكة الطابعة ديت مفاش واي فاي يعني انت عطيت بعض كل اللي انت عايز تعمله ومفاش خدمة انترنت او زي ما نرى قالك نو انترنت تمام كده اتوصلت هنروح للتعريف عادي جدا كده ونفتحه ونختار جيس ثم بتظبط اللغة اللي انت عاوزها عادي جدا اوكي التالي نعم او زي ما نرى ظهرت هنا واحدة برقم اي بي الاتصال المباشر مش رقم اي بي الواي فاي تمام نختار عادي جدا كده ومنتأكد ان المكتوب عليها واي فاي مش اس بي ونختار التالي ويقول لك جاري تثبيت وهنا بيقول لك جاري انشاء منفذ وزي ما نرى بيقول لك جاري التحقق من المنفذ واوما يظهر لك الخطوة اللي قدامك دي يبقى تم تثبيت تعريف الطابع من خلال خاصية الاتصال المباشر هنختار انهاء ثم نختار كانسل وبكده ثبتنا تعريف الطابع مرة من خلال الكابل لسي بي ومرة من خلال الروتر واي فاي ومرة من خلال الاتصال المباشر دلوقتي احنا مش محتاجين الصفحة اللي قدامنا دي هنقفلة عادي جدا كده عاوزك تعرفنا يا بو حميد لما اجي اطبع اعرف انه اطبع من خلال الروتر واي فاي ولا خاصية ابتصال مباشر ولا من خلال الكابل لسي بي الموضوع بسيط جدا هنروح على كنترول بنان كده عادي جدا نفتحها ونختار لفايزيس انت برينتر هنطبع ما تعرفها ثلاث مرات قدامنا اول حاجة هنتأكل منها اني واحدة منهم اللي بكابل لسي بي هنشل دلوقتي الكابل لسي بي عادي جدا ونضع انه انطفت لو لكبته مرة تانية اهي دي اشتغلت يبقى دي من خلال الكابل لسي بي كل الكلمين عليها عادي جدا نختار برينتر بروبرتز هنجد القائمة بالأزرة دي نمسحها كده ونكتب من خلال الكابل لسي بي ثم نختار اوكي ممكن الاسم ده يتغير بعد وقت وممكن يتغير دلوقتي وممكن يتغير بعد قاعدة تشغيل اللابتوب تمام دلوقتي اهني واحدة فيهم اللي بواي فاي واهني واحدة فيهم الخاصية الاتصال المباشر نقل كلمين على دي كده مثلا ايه ونختار هنا بروبرتز كده تمام هنجد عند بورتز زي ما انتم شايفين دي معموضة بالطريقة دي كده مش اخذ رقم اي بي يبقى دي من خلال الاتصال المباشر نكتب كده الاتصال المباشر ونختار اوكي من ارة هنا ونجد عند دي ونتأكد ان همي الراوطر ولا لا نقل كلمين على مرة كده بروبرتز نروح عن دي بورتز كده ستلاحظ ان دي متعلمة صح على رقم اي بي اللي موجود في الورقة اللي في خانة الواير للسلان هنرجع عند جنرال كده ونمسح الكلام الازرع ده ونكتب من خلال الراوطر بالواي فاي ونختار اوكي طبعا انت ممكن يظهر عندك الواي فاي وليه الديارك لانت بالطابق الاي بي بتاعهم بالورقتين اللي انا طبعتهم من الطبعة تمام طب دلوتي انا عاوز ازبط افضل اعداد ان انا اطبع صور فوتوغرافية عالي الجودة الموضوع بسيط جدا انت لو طبعت كده على طول ستطبع على ورقة عادي لورقة بلان بيبر لورقة 80 جرام اللي هو الورقة المنسانلات بتاع المذكرات المدرسية افرد انا عاوز اطبع على صور فوتوغرافية حامله ستضبط معي الاعداد تريك كلمين على اي تعريف انت تضبطه نختار برينتينج بري فرانسيس سيظهر لك بالخطوة ستختار اطبع صور الفوتوغرافية بالطريقة ستلاحظ ان نوع الوسائط تغير بقى فوتو بيبر بلاس قلوسي تو هو ده افضل نوع وصائط وحجم الورق مكتوب الربع وستة اللي هو ربع ال اي فور اللي هو عشب خمسة عشر انت حبيت تغير حجم الورق عندك اي فور اهو عندك عشب خمسة عشر بتحدد اللي انت عايزه انا على سبيل المسال اختار اي فور مثلا جودة الطباعة لازم تبقى عالية لازم اللي هي هاي ثم بعد كده بتختار اطبع ثم اوكي لو جينا عندي تعريف تاني كده تلك كلمين برينتنج بيري فرانسيس ماشي اول ما تلاقي كلمة ورق عادي دوت يبقى هي بتطبع على ورق المسندات الورق البلان بيبر الورق التامانين جرام حبيت تحولها اهيت ونختار ورق صور الفوتوغرافية زي ما تعليمنا كده ونحدد ديه على حجم الورق اللي انت عاوزه تمام وبتنساش اني تعمل عالية لان لو سبتها قياسية هتلاقي الصورة مش قدي كده وبتنساش بعد ما اتضبط كل حاجة تعمل افلاي ثم اوكي تمام في اوبشن كده عايزة وضح لكم قبل مقفل معاكم حالة النهاردة لو اختارت اطبع عبدون حواف واختارت اوكي يبقى انت كده هتطبع على الورقة بالكامل تمام يبقى انت كده هتطبع ايه على الورقة بالكامل لكن لو انت شلت الاختيار ده بالطريقة دي كده يبقى انت هتسيب برواز ابيض او حواف بيضاء على الصورة وما تنساش تعمل افلاي ثم اوكي بعد اي اختيار او بعد اي راوتر انت بتعمل وفيه حاجة مهمة جدا اه لو انت بتطبع من خلال الراوتر واي فاي من خلال الراوتر واي فاي يبقى انت لازم تختار اسم الراوتر عشان تقدر تطبع عادي جدا لكن لو انت حبيت تطبع من خلال اللابتوب دايريك على الطابعة بدون كابل او بدون راوتر واي فاي فلازم تختار اسم الشبكة اللي اولها دايريك واخيرها جي خمسمائة سيدي وبكده انتهينا من موضوع حلقة النهاردة اتمنى ان نلأجاكم اتمنى الموضوع يكون نلأجاكم منتصر اي سبسور لكم بسيطة او بعد كنون كان معاكم احمد السلام من قناة كنون بالعربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته